إلى حملة أعادة الأمل في اليمن حيث تواصل قوات الشرعية تقدمها العسكرية الكبير نحو العاصمة الصنعة وذلك إلى جانب سيطرتها على مناطق واسعة في محافظات الجوف وحج المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي تواصل قوات الشرعية والمقاومة الشعبية بمساندة مقاتلات التحالف العربي تقدمها باتجاه صنعة من الجهة الشمالية حيث تستمر في تطهير بعض المواقع في منطقة نهم في حين بدأت وساطة قبلية بين قوات الجيش الوطني ومع اسكر بيت دهرة على مشارف صنعة لاستسلامه والانضمام إلى الشرعية دون غتال صارات كبيرة حقها الجيش الوطني في أطار المحافظات الشمالية والجنوبية ولله الحمد والفضل يعود لقوات التحالف العربي الشقيق ولكل من ساهم في إنجاح هذا التحرك العسكري ابتداء في نهم وحسم الوضع في العاصمة صنعاء من يد الميليشيات وفي هذه الأثناء تمكنت قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشية الانقلابية منها جبل الرغيب الأبيض والإشراع حيث تحاصر معسكر الخنجر أما في تعز تستمر انتهاكات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بحق المدنيين حيث قصفت الأحياء السكنية بمدافع الهوزر كما وقعت اشتباكات عنيفة في حي الزهراء والصفاء شرق المدينة في حين سيطرت المقاومة على تبتين كانت في غفضة الإنقلابيين تمارس القصف العشوائي والتمارس تفقير الطرقات والشوارع وزرع الألغام كل هذه الانتهاكات التي باتت وصمت عار على هذه الميليشيات التي ستبقى خلف اسمها ردح من الزمن وتخوض المقاومة الشعبية في محافظة حجة قتالا داميا حيث استطاعت تحرير أجزاء واسعة من منطقة عبس وتتغدم باتجاه محافظة الحديدة لتحريرها بشكل عام باتت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مشارف مدينة صنعاء ولم يتبقى لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح سوى الفرار أو الاستسلام عماد حيدرة لغناة الشارقة عدن أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية اعترضت فجر اليوم صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة عصير وأشارت قيادة التحالف إلى أن الصاروخ تم تدميره في الجو دون وقوع أي أضرار ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن القوات الجوية السعودية دمرت منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية ترجمة نانسي قنقر